اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او لمجموعة حيوانات او كده ممكن تكون الناس هي اللي عاملها وممكن تكون البلدية اللي عاملها للحيوانات عشان تدخل فيها وتتدفع واكيد طبعا موظمنا تابع على السوشيال ميديا الفيديوهات اللي شفنا فيها الحيوانات اللي اتجمدت في بعض المحافظات هنا في تركيا او في دول تانية في العالم فربنا يا رب يعدي الموجة زي على خير ويا رب اخواتنا في سوريا وفي الاماكن اللي فيها لاجئين وقاعدين في مخيمات سواء في سوريا او في اي دولة في العالم ربنا يعديها عليهم على خير ويهونها عليهم يا رب ان شاء الله درجة حرارة الجو حاليا واحد لكن بالليل بتوصل لسالب سبعة ولسالب تمانية وممكن ليلة او حاجزة وصلت لحد سالب تسعة طبعا في مدن تانية وصلت لسالب عشرين وسالب خمسة وعشرين وسالب اربائين كمان ففعلا ربنا يعديها علي خير انا من الناس اللي ببقى بخفت من البرد بحب اشوف التلج وانا قاعدة في البيت ما بحبش انزل بصراحة لعب بي يعني لكن انا حبيت ان انا انزل علشان اشارككم الاجواء دي توصور لكم فيديو ونشوف الجو مع بعض كده في تركيا بيبقى عامل ازاي والاجواء في الشتا بيبقى ازاي يمكن عايز اقول لكم ان التقص ده مش بيبقى على طول يعني مش بناخد الشتا كله تلج كده يعني بيبقى بيجي ايام بقى هبكي دي الشمس تطلع التلج بيفق آآ جو بيبقى كويس آآ دافي معقول آآ بعد كده بتيجي موجة تانية ممكن تكون مطر ببرودة من غير تلج آآ شوية تلج بيجي تاني يعني الاجواء متغيرة مش بتفضل على طول تلج زي الاماكن اللي هي مسلا زي كندا او الاماكن دي لا هي بتبقى موجة وبتعدي زي عندنا كده في الدول العربية آآ واخدوا بالكم هي تركيا مش بعيدة عن الدول العربية فهو الطقس تقريبا بيبقى قريب يعني آآ باستثناء مثلا ممكن شمال التركي ممكن يكون أبرد من المنطقة اللي هي مثلا آآ بورصة واستنبول آآ استنبول طبعا كمان هي يمكن عشان في جزء منها واقع برضو في أوروبا الطقس بيبقى أسوأ شوية من عندنا يعني هو مثلا حصل العصفة السلجية اللي حصلت وقفلوا المطارات آآ كانت برضو آآ في اسطنبول آآ ما كانش عندنا يعني احنا ما كانش الطقس يوصل لأنه هو يبقى فيه عصفة بالشكل اللي حصل في اسطنبول ده كمان درجات الحرارة كانت في قونيا وأنكارا نزلت بطريقة فضيعة آآ طب أنكارا أصلا دايما درجات الحرارة بتبقى أبرد من هنا آآ آآ وكمان آآ قونيا آآ كانت برد جدا وغازي عنتاب آآ يعني بصراحة هي الموجة قد قارصة بس بقى ايه آآ بتتبين من منطقة لأخرى يعني ويمكن كمان من الغريب أنطاليا السندي أنطاليا معروف إن جواها دافي لأنه هي مناخ بحر متوسط آآ فجواها دافي عن هنا مثلا عن بورصة وعن اسطنبول آآ آآ وبتبقى حر كمان في الصيف آآ لكن السنة دي آآ لأول مرة من تسعة وعشرين سنة يحصل فيها تساقط للتلج فهي موجة بتكتاح العالم كله آآ حتى مصر وبلد الشام آآ كان فيها برضو عصفة آآ وجو كان برضو فيها برد قارس فإن شاء الله ربنا يهونها على الجميع بإذن الله هي طبعا أهم ميزة أن الطقس ده حصل في الوقت ده أن يا دوبك الولاد كانوا مخلصين دراسة يوم الجمعة ابتدى الجو يتقلب من يوم الجمعة بالليل آآ ابتدى تساقط التلج من يوم الجمعة بالليل برغم أن يوم الجمعة بالنهار كان الجو جميل جدا وكان دافي يمكن الخميس آآ بعض التلج نزل على خفيف آآ وبعدين الجمعة شمس طلعت وجو بقى جميل جدا وبعدين بالليل التلج نزل هو هنا من الحاجات المنحوظة في تركيا أن الطقس ممكن يتغير ممكن تشوفي فصول السنة كلها في يوم واحد يعني اللي أنا شيثا هنا في بورصة يعني أنا بتكلم عن بورصة ممكن نشوف فصول السنة كلها في يوم واحد الجو يبقى جميء ساقع الصبح وبعدين الشمس تبقى جميلة وجو الدنيا تبقى حلوة جدا فجأة الدنيا تغيم آآ فجأة الشمس تطلع تاني يمكن أنا عملت شرطة عن الموضوع ده كان التلج نازل في يوم وفجأة الشمس طلعت فالجو هنا بيتغير بطريقة سريعة جدا جدا يعني وأخيرا وصلنا الماركت ودي يمكن أصعب مرة أوصل فيها الماركت برغم أن الطريق يعني ما كانش صعب بس الواحد بيبقى ماشي برضو بحرص لأنه بيبقى خاف أنه هو يتزحلق في التلج يعني فإحنا هنا وصلنا لأيو سبير تعالوا كده على خفيف يعني هو مش موضوعنا النهارده موضوع الماركت ولا الأسعار قوي بس أقولت برضو أخدكم معايا كده تشوفوا تبصوا بص سريعة على الأسعار هي طبعا زي ما قلنا قبل كده هي الأسعار عالية بس في حاجات أسعارها عالية بزيادة يعني مثلا الألية تضيعف وفي أسعار الحاجات عالية حاجة مثلا بسيطة أو قريبة يعني مثلا من حاجات اللي عالية تضيعف اللبن اللبن بقى دلوقتي هو النوع ده أنا كنت بجيبه باربعة ليرة تسعين دلوقتي بقى بتمانية تقريبا وربع فعلي يعني ده نوع لبن أطفال برضو جميل قوي بالشوكولاتة بس باتنين وربع يعني سعر كويس المربب تسعة تسعين معالية هو دي أنواع النوتيلة الزيت طبعا عالي حوالي يعني هو مش الضافة بس حوالي عشرة ليرة مسلا يعني هو كان بخمستاشر وصل لخمسة وعشرين وستة وعشرين فبرضو عالي جامد يعني اللبن والزيت الرز برضو يعني قريب من معدلاته بحوالي ليرة أو اتنين معليش قوي وفيه يعني ده ميعتبر دايلي تقوي اتنين ليرة تقريبا هو يعني هو المعدل عالي اتنين ليرة في الرز البيض هنا بتمانية وتلاتين على فكرة أنا بجيبهم البزار بتلاتين إذا بصوا معي بقى هنا ده في مانجا دي المانجا بتاعتهم بقى بصوا عاملة ازاي جامدة هي لونها جميل جدا لكن هي نشفة جدا والريحتها مش زي المانجا بتاعتنا بصوا القطع بتسعة اوروبا تسعة خمسة وتسعين القطع بتسعة خمسة وتسعين وده افوكاتو القطع تمانية تسعين فهي المانجا غير بتاعتنا خالص عشان كده احنا بنقول ما فيش مانجا في تركيا لان هي قليلة جدا وزي ما انتم شايفين القطع بتتبع بالقطع مش بالكيلو وطبعا هي ريحتها مالهاش علاقة بالمانجا يعني ودي بصوا البطاطا بصوا هنا مغلفة وجميلة جدا طبعا عندنا ما بتعملش كده خالص لان هنا هي برضو غالية بس اخدوا بالكوا هو مش السعر ده بتاع البطاطا فانا مش عارفة سعرها كان بس كان ناجبناها مرة هي كان غالية بس مش متذكرة بك فبردو البطاطا هنا من الحاجات الاوليلة يعني ده بقى تمر هندي بصوا ده سمارة تمر هندي باربعتاشر ليلة تلاتاشر خمسة وتسعين وده زي ما انتم شايفين ده كده عصير فواكه طبيعي بتمانية خمسة وتسعين الازازة دي وفيه هنا عندنا انواع مختلفة للعيران ده تنين لتر بخمسة وتسعين ودوت لتر ونص تسعة تسعين ده طبعا النوع ده رخيص ارخص شوية من النوع التانية وحلو برضو آآ وبنار طبعا بيبقى اغلى بحداشر خمسة وتسعين برضو لتر ونص وده بقى انواع مختلفة من الكفير والكفير ده هو حاجة برضو قريبة من العيران آآ بس بتبقى كمان بالفواكه في منها سادة وفي منها بالفواكه وده اشطى دي تقريبا العلبة دي متين جرام عاملة خمستاشر تسعين بيسموها هنا قايمك وعندنا هنا كزا نوع برضو من الجبنة الكريمي وفي الجبنة دي حلوة جدا جدا ودسمة آآ ستمائة جرام عاملين خمسة وتسعين هي قريبة كده من الجبنة البراميل الاسكندراني اللي هي بيسموها بالاسكندراني جبنة النشفة بس طبعا بدسم يعني ودي الاسكي كشار اللي هي بنشبهها بالرومي يعني المصري بس هي طبعا قدسم منها وأحلى بصراحة ودي سندويتشات جاهزة هما هنا بصراحة حتة ان ممكن طالب يلاقي كل متطلباته يعني اللي هو ممكن يخش ياخد سندويتش للفطار وهو رايح المدرسة او هو رايح الجامعة يفطر فيه بقى الحاجات الجاهزة دي كتير جدا وأسعارها مناسبة زي ما انتوا شايفين يعني فسهل قوي ان الطالب او الشخص اللي عيش لوحده ممكن يلاقي حاجات كتير سهلة التحضير وبأسعار مناسبة للغدا بتاعه او العشاء او الفطار يعني كده بقى خلصنا جولتنا في آيسبير هي كالجولة سريعة يعني هو ما كانش موضوعنا النهاردة انا بس حبيت اشارككم الاجواء ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكو والاجواء عجبكو ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي لسه اول مرة يشوف قناتنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات مصريات برس